أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مواصلة الحكومة لجهودها من خلال الوزرات والأجهزة المعنية لنهوض بقطاع الطيران المدني بما يسهم في الارتقاء بوضعياته التنافسية إقليميا وعالميا وبما يتكامل مع عملية التنمية الشاملة بالدولة كما أكد مدبولي خلال اجتماع لمتابعة الإجراءات التنفيذية المقترحة لطرح إدارة وتشغيل المطارات بشركات القطاع الخاص أن الحكومة تستهدف إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المطارات المصرية بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للركاب وزيادة الإيرادات المحصلة وناقش الاجتماع موقف اختيار استشاري دولي ذي خبرة كبيرة لوضع خطة برؤية متكاملة لعملية الترح لإدارة المطارات المصرية عبر منظومة احترافية وذلك لتنظيم حركة تدفق المسافرين والخدمات بأفضل عروض ممكنة